كشف وزير الفلاحة والتنمية الرفية عبد الحفيظ هني خلال رده على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علانية مخصصة للأسئلة الشفوية عن غلق أسواق المواشي خلال الأيام المقبلة من أجل الانطلاق في عمليات إحصاء الثروة الحيوانية وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الرفية قد أشارت في بيان لها عن إطلاق تقنية رقمية جديدة تستعمل لأول مرة في الجزائر حيث تعتمد على تثبيت شرائح بأذن الماشية من أجل تتبع وتسيير المواشي من خلال تحطيط هوية الماشية إلكترونيا وفق قاعدة معلومات